وهو العلي العظيم وهو العلي علي بذاته وعلي بصفاته وعلي بقهره بمخلوقاته له وحده العلو المطلق والله عز وجل علي في المكان قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى أوسط أم الصحابي الجليل الشريد ابن السويد الثقفي أن يعطق عنها رقب مؤمنة فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن علي رقبت مؤمنة فأعطق هذه وأشار إلى جارية سوداء نوبية فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لها أين الله فأشارت إلى السماء قال صلى الله عليه وسلم فمن أنا فأشارت إلى رسول الله ثم إلى السماء فقال أعطقها فإنها مؤمنة فإن أتى إليك أحد الضالين أو المضلين من المعتزلة أو الجهمية وقال لك أن الله عز وجل موجود بذاته في كل مكان كله كذبت بل إنه فوق العرش الرحمن وعلى العرش استوى ولكن الله عز وجل قريب منا في كل وقت وفي كل مكان بعلمه وإحاطته بل هو أقرب إلينا من حبل الوريد وكل مخلوق إذا على وارتفع في السماء صور انظر إلى الطائرة وهي على الأرض كم هي كبيرة فإذا طارت تصور رويدا رويدا ثم تختفي أما الله عز وجل فهو العلي العظيم فالله عز وجل هو العظيم في ذاته وفي صفاته وفي رعايته لمخلوقاته وهو العظيم الذي لا منتهى لعظمته يا لها من آية عظيمة بل هي أعظم آية في القرآن الكريم نسأل الله أن نكون من أهلها وأن نقوم بجميع حقوقها جزاكم الله خيرا